اشتركوا في القناة عن سؤال يصيلنا كثيراً هل رفض النظام ليد الملك المغرب الممدودة للجزائر بسبب مصافحتها لإسرائيل؟ عندما تحدثنا عن اليد الممدودة من الطرف المغربي والتي وردت مرتين في خطاب العرش للملك محمد السادس هبت الكثير من الأبواق تقول وتدعي أنه لا يمكن مصافحة اليد الممدودة التي صافحت إسرائيل ولا يمكن أبداً للجزائر أن تقبل صداقة مع من لهم صداقة مع بني إسرائيل ولا يمكن أبداً أن نقبل غير التصعيد تجاه من خان الأمة وباع القضية وارطمى في أحضان بني إسرائيل هذا الذي ولد كثيراً ووصلني كثيراً ونسى إلا تحصى ولا تعد وتعليقات لا يمكن وصفها التي بلغت من البشاعة والشناعة ما لا يمكن تخيره السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل حقيقة أن الجزائر والنظام الجزائري تحديداً رفض هذه اليد الممدودة بسبب أعمال عدائية على الجزائر أم بسبب أن يد الملك صافحت قيادات إسرائيلية تراهل هذه هي الحقيقة أم لا أولاً أنه بالنسبة للأعمال العدائية هم يتحدثون عنها ولم يقدموا إلى يومنا أي دليل وكل من يطالب بالأدلة والإثباتات التي تدل دلالة واضحة على أن المغرب مارس أعمال عدائية حتى نكون على بين من أمرنا يقولون هذا خائن وعميل ومرتزق ومدفوع ومأجور لدى المخزن المغربي لأن هذا أكبر دليل على أنهم لا يملكون أي أدلة لو كانوا يملكون أدلة دين المغرب ما تردد لحظة في نشرها وتبيانها للناس ولكن الحقيقة أنهم يبنون مواقفهم الدبلوماسية وصراعاتهم وأزماتهم على تكهنات وعلى حسابات تتعلق بالداخل فقط هذه هي الحقيقة لذلك مسألة الأعمال العدائية أنا شخصياً لا أقبلها ولا يمكن أن أجدرها ولا أرددها ولا أعير لها أي اعتبار ما دامت مجرد تكهنات وأقوال من نظام دأبنا كجزائريين أنه يكذب أكثر مما يتنفس فضلاً من أن نظامنا نظام مصالح ذاتية مصالح شخصية نظام يتصارع على الريع ويتصارع على النفوذ ويتصارع على الثروة ولا يتصارع من أجل مصالح الدولة الجزائرية ومن يقول غير هذا فهو إما أنه يكذب لحاجة في نفسه أو لمصلحة ما أو أنه يخادع نفسه أو أنه مغفل من الذين يضحك على ذوقونهم وهم يستمتعون بهذا الهواء المهم بقيت مسألة أن الجزائر الجزائر المقاومة الجزائر الممانعة الجزائر التي تتبنى القضايا العادلة الجزائر التي تدافع عن قضية فلسطين وآمنت بها ومعها ظالمة أو مظلومة الجزائر التي تقل مذجع بني إسرائيل والصهاينة وما إلى ذلك من هذه الأمور أنها ابتعدت ورفضت هذه اليد الممدودة لأنها طلت تخت بمصافحة إسرائيليين بمصافحة الكيان بمصافحة الكيان العبري سميه ما شئ لكن هذا المبرر هو الذي يساق ويجتر عبر الفضائيات وعبر وسائل الإعلام لا لشيء إلا للضحك على الجزائريين لأن هذا النظام يدرك تماما أن الجزائر لديه حساسية مفرطة مع التدخلات الخارجية لذلك كل صوت يطالب بالحقيقة ويطالب بالتغيير إلا وتلفق له تهم أنه يطلقى دعم من أيادي خارجية ولا يوجد نظام مثل النظام الجزائري الذي لو لا الدعم الخارجي لكان في خبري كان حقيقة لا يمكن إنكارها أبداً الأمر الآخر أن هذا النظام يعتاش على هذه القضايا فكلما أحس الجزائريون بحاجة إلى تغيير وكلما أحس النظام أن الجزائريين قد ينطفضون تجاه النظام إلا ويرفع من سقف تعييده ودعمه للقضية الفلسطينية التي لم تتجاوز شعارات وشكات تعطى إلى محمود عباس والسلطة الفلسطينية وأغنيات وأحجيات لا تقدم ولا تؤخر شيئا بل أن الفلسطينيين أنفسهم ليسوا لبحاجة لذلك إلا في مراحل معينة عندما يحتاجون إلى من يطبل ويزمر إلى رؤية معينة يصفقون للجزائر والجزائر ترقص على رجل واحدة كأنها فتحت لها ليلة القدر على أبواب بيت المقدس المهم أن هذه الأغنية التي يروجون لها كثيرا أن الجزائر ترفض أن تطلطخ يدها بيد من صافح الإسرائيليين هذه وصافح الصهاينة وما إلى ذلك هذا هو الكلام الذي يروجه ضباط سابقين ومزالوا في الخدمة فاتحين فضاءات في الأنترنت من دون أن يكشفوا عن وجوههم يتكلمون على أن الجزائر هي التي تتصدى لإسرائيل وتقف في وجهها وتقف في وجه التطبيع العربي هذا هو الكلام الذي يروجه في الواقع ألم يصافح ويعانق رأس النظام سابقا وهو نفس النظام عبد العزيز بوتفريقة الذي كان تبون خدام حزام عنده كان يمرد على رجليه أمامه ألم يصافح ويعانق إيهود باراك الذي يده ملطخة بقتل دلال المغربي نعم دلال المغربي ابحثوا عن قصة دلال المغربي وهي بطلة ماذا فعل بلها إيهود باراك صافحه وعانقه بل أبدله الدعم من بعيد اسمعوا الفيديو هذا الذي حدث ليس في مصر ولا في أوروبا ولا في أي بلد أخرى ولا في أي بلد أخرى لديها علاقة مع إسرائيل بل حدث في جنازة الملك الحسن الثاني في المغربي علاشه في ذلك الوقت يرجع بوتفريقة خلال الشارع ضده ولا رفض هذا الأمر ولا أي شيء من هذا القبيل علاشه صافح يد ملطخة بدماء الفلسطينية علاشه ما قلتش بوتفريقة لي صافح تبون وعانق تبون وقبل تبون وكثير من التبونيات في أحضان بوتفريقة لا تحصى ولا تعد علاش ما قلتش لذاك يا تبون أنا نعود إلى بيت يستحيل بطلقا أني أبقى مع من يده صافحة يهود باراك أمر آخر أنه لو صحت الشنقريحة يقبل يد بوتفريقة مش قبلها فقط لا لحسها ولا عقها من أجل التقرب من دوائر صنع القرب الذين يروجون أن كل يد صافحت إسرائيل هي يد نجس ترى هل يد تبون نجس أيضا فقد صافحت عبد الفتاح السيسي أو الرئيس المصري والرئيس المصري صافح نتنياهو صافح غيره من المسؤولين الإسرائيليين تبون صافح وعانق وقبل خدود محمود عباس محمود عباس لا يوجد مسؤول ولا رئيس حكومة إسرائيلي إلا وإرطم في أحضاني نتنياهو شارون شامير غيرهم وكثير كثير شاهدوا هذه الصور التي تظهر ارتباعا كيف كان يعانقها يجيبوا على أساس بشيرد هذا تبون بشيرد على المغرب لأنها جابة وزير الدفاع وبعد ذلك وشيسر يعطيهم شيك بمئة مليون دولار إذا ذهبت إلى السلطة الفلسطينية في حسابها فيها نسبة ذهبت إلى إسرائيل وإذا اداها وحطها في حسابات أخرى خارجية الله يذكرها بالخير المهم هذا محمود عباس تستقبله مرتين تعان قواه هو مهندس التطبيع الفلسطيني مع إسرائيل إذن يدبون نجسة لأنها صافحت صافحت كل المسؤولين الإسرائيليين وتباهت بالتنسيق الأمني الذي يعني أشياء تتعلق بالوشاية بالمقاومين الفلسطينيين وما إلى ذلك من هذه تبون صافح أردغان وتباه وفرح كثيرا أنه صافح أردغان الرئيس التركي لديه صور وهو يصافح شارون لما كان أردغان رئيس الحكومة نعم صافح شارون هذه اليد الملطخة بالدماء الفلسطينيين في صبرة وشتيلة وغيرها ترى هل نجسة يد تبون لما صافحت أردغان في الجزائر وفي تركيا التي صافحت مش شارون فقط شارون ومارت والرئيس الإسرائيلي اللي الراحل والحالي وغير 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 إذن بمنطق الذباب الإلكتروني التابع للمخابرات أن المغرب يده ملطخة بمصافحة الإسرائيليين ومن يصافحه تتلطخ يده إذن تبون يده ملطخة تبون أيضا صافحة الملك محمد السادس أيام زمان والملك محمد السادس طبعا كان من قبل يترددوا المسؤولين الإسرائيليين شيمون بيراز وغير ومن أهد الحسن الثاني وفيه صور كثيرة لا تحصى ولا تعد عنها تبون أرسل أيضا الرسائل الغزل إلى أطراف لديها علاقات مع إسرائيل أرسل الوزير وزير الخارجية رمطال العمامرة إلى الملك عبدالله الثاني وطبعا ملك عبدالله الثاني صافح المسؤولين الإسرائيليين والصور كثيرة لم يقتصر الأمر على المسؤولين العرب والمسلمين بل صافح بوتين بوتين راه رئيس روسيا وكيف بدأ أصل إنشاء الدولة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي كيف بدأ عن طريق هجرة اليهود السوفيات وأكبر حليف استراتيجي لإسرائيل هي روسيا وبوتين صافح نتنياهو صافح كل المسؤولين الإسرائيليين ترى هل يدبون ملطخة قد يقول لقائل الأمر مش يقتصر تبون نحن نتكلم على المنطقة المغاربية والمغرب راه دخل إسرائيل للمغرب العربي مما خلاها أغضب الجزائر لا أبدا وش يسموها موريطانيا كانت لديها علاقات مع إسرائيل كان عندهم مكتب هناك في موريطانيا وبعد ذلك أغلقوه المغرب عنده علاقات قديمة ما هي الجديدة المشكلة الأساسية ليس الغضب على علاقات المغرب مع إسرائيل الغضب على التطورات العسكرية بين المغرب وإسرائيل التي لا تستهدي في الجزائر نزيد وإن أجد أن نجزم لكم وإن أجد أن نجزم لكم القضية تتعلق بقوة عسكرية للمغرب ستكون تعثيرها سلبي على البوليزاريو فقط الجزائر كانت تراهل على دعم عسكري البوليزاريو البوليزاريو تستطيع إخراج المغرب من الصحراء بقوة السلاح ولكن التطور العسكري هذا الذي يحدث مع إسرائيل من الطرف المغربي بغض النظر أنه نوافق ولا نوافق هذا شأن آخر ولكن نحن نقيم استراتيجيا أن هذا التطور لن يكون في صالح جبهة البوليزاريو سيدق المغرب مقرات البوليزاريو وجيجها هذا الذي أرعب الجزائر ولذلك ما أحب يقول بأن السبب هي الصحراء الغربية وسبب هي البوليزاريو خلينا نحكي مع مسألة إسرائيل التطبيع وقضية الأمة وما إلى ذلك من هذه الشعرات التي تجترها نعم التي تجترها أنظمة شمولية لتبرير استبدادها وفسادها ليس إلا قد يقول يقال هذه الأمور كلها روي صنعها شنجريحة شنجريحة ما صفحش لا شنجريحة صافح محمد بن زايد محمد بن زايد لديه علاقات مع إسرائيل وصافح الإسرائيليين وأمشاله هناك في الإمارات العربية المتحدة إذن اليد التي صافحت إسرائيلي وصافحها واحد يده ملطخة ونجسة إذن بهذا المنطق الذي يروج له ذباب العسكر أن يد شنجريحة أيضا نجسة لأنها صافحت أيدي صافحة إسرائيل هذا لن أتحدث عن اللقاءات في حلف الناتو ويجلسوا هناك وأحاديث عن مصافحات لم تظهر وما إلى ذلك من هذه الأمور لكن كل هذا يصب في إطار واحد واضح وبيّن أن الأزمة ما بين الجزائر والمغرب حتى يكون لديها مبرر في الشارع الجزائري النظام يستدعي قضية فلسطين من أجل كسب دعم الجزائريين لتصعيده تجاه المغرب لو كان النظام الجزائري منذ بدأت الأمور علاقات المغرب ظهرت علاقات المغرب منذ حسن الثاني مع إسرائيل قطعت العلاقات والجزائر ترفض أي علاقات مع أي دولة عندها علاقة مع إسرائيل ممكن جدا ننصدقهم ولكن هذا ما هو منطقي وحقيقة أنه الدبلوماسية ما تسير بهذه الطريقة عندي مشكل مع طرف معين أي واحد تكون عنده علاقة بها أنا نكون معاه في مشكلة هكذا ستبقى الجزائر لن تصافح أحد لأن العالم كله ره مع إسرائيل وهذا هو الواقع وهذه الحقيقة اللي لا يمكن إنكارها أو القفز عليها ولكن أنك تستدعي طريقة هذه نحن نقول يد ممدودة للحوار وللتعايش وللعلاقات الطبيعية تردها لماذا؟ أنها صافحة إسرائيل هذه كذبة لا تنطلي إلا على المغفلين أو الذين أصلا يستغفلون أنفسهم خدمة اللسادة لا ألوم النظام عندما يدافع عن نفسي لا ألوم أيضا حتى ذلك صاحب الجريدة اللي يدافع على النظام لأنه يطلق في إشهار عمومي ولو أنه ينتقد النظام يخربوا له بيته قد نفوت هالو لكننا نحيب في بعض الناس عايشين الفقر والميزيرية في قرى نائية في البلاد يجيك وحده لا واحد قال له روح دافع لي ولا سامع به شنغريحة ولا سامع به تبون ولا سامع به حتى رئيس البلدية أنت على القرية أنت يجي يندفع أنت خائن ويرسل لي وأنتم خوانة الجزائر لأنكم تنتقدوا النظام واحد يكتب لي تحيا عمي شنغريحة تحيا عمي تبون روح واصل واصل أنا لا أقول لك لا تقدس فلان لا تتمسح ولا تتزلف إلى فلان هذا شأنه من أراد أن يهين نفسه هو حر ولكن أذكر جيداً يا من تفعل بنفسك هذا سيأتي اليوم الذي بنفسك مثل ما كنت تتمسح من قبل البوتفريقة وعندما انقلبت الأمور ضده صرت تلعنه سيأتي اليوم الذي تلعن تبون شنغريحة إذا لم يكن بسبب نظام جديد يلعنهما ربما بسبب الظروف السيئة التي تكون فيها لأن الجزائر تتجه من سيء إلى أسوأ ولا خير ذلك وليقول أن الأمر هو العكس فهو واهم جداً ويكذب على الجزائريين لأنه نظام لا عنده مشروع لا عنده سياسة لا عنده إدارة لا عنده دبلوماسية حقيقية تحفظ مصالح الدولة الجزائرية إذن إخواني الكرام مما تقدم تبين مما لا يدع مجالاً من الشكل أن حكاية أنه رفض اليد الممدودة المغربية بسبب أنها صافحة إسرائيل هذا كلام فقط من أجل الكذب على الجزائريين ويستعملوا في هذا لأن الجزائري بطبع يحب القضية الفلسطينية وهذا الشيء جميل ويحفظ له وطبع الجزائر إحامي كما هكذا ولكن ما يجب أن نكون عاطفيين أكثر مما يجب أن يكون ولا يجب أن نكون ملكيين أكثر من الملك ولا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم إذا كان فلسطينيين طبعين وينسقوا مع الإسرائيليين وحتى الذين يدعون المقاومة خدمة لأجندات خارجية لو غدوة هذه الأجندات الخارجية تقول لهم طبعوا سيطبعون واذكروا كلامي جيدا لأن المسألة أبعد من أن تختزل في عواطف أو حتى عواصف المهم إخواني الكرام أنه بان مما لا يدع مجالا للشك أن فلسطين تستدعى فقط في مشهد أزمات النظام وفي ما يجري الآن أن رفض اليد الممدودة سبب الأساس أولا أن الجزائر لا تملك لا مبرر ولا دليل ولا أدلة ولا إثبتات على الإدعاءات حول الأعمال العدائية أمر آخر أن التطورات العسكرية والتحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والمغرب خاصة في جانبه العسكري أرعب النظام الجزائري كثيرا ليس أن المغرب يهدد الجزائر هذا موجود غير في مخيلة القيادات العسكرية ولا أن المغرب يريد التربس بالجزائر كما يتوهم البعض ويسوى لا السبب تتعلق بقضية الصحراء الغربية أي تطور عسكري مغربي سيكون لصالحه في قضية الصحراء في ظل هذه التطورات وهذا التقدم الدبلوماسي الكبير الذي يحققه المغرب في كثير من المحافل فيما يتعلق بالقضية الصحراوية هذا هو هذا الرعب انتاعهم أمر آخر أن النظام الجزائري عسكر الدولة الجزائرية ويريد فقط أن قوة الدولة في عسكرها إذا تطور أي عنده كما يقوله عقدة كبيرة تجاه المغرب المغرب إذا تطور عسكري معناها رح يكون أفضل من الجيش الجزائري وهذا يشكل عقدة لديهم قوة الدولة ليست في قوة العسكر فقط العسكر مؤسسة عندها مكانها الاستخبارات مؤسسات عندها مكانها وأيضا الجوانب الأخرى قوة الدولة ليس في السلاح فقط الدولة الحقيقية القوية هي إذا صنعت سلاحها وأمنت غذائها وأنتجت غذائها وصنعت دوائها وأيضا دافعت عن مصالحها في كل المحافة نعم حافظت على فكرها وحافظت على أكلها وحافظت على شربها وحافظت على ثرواتها وحافظت على سلاحها وليس سلاح تستورده وتشريه وتحطه مع نهارا يولي تقوم أبدا من لا يصنع شيء لا يمكن أن يكون شيء لو استورد من العالم كل شيء نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة